حقق رمات الكويت في رماية أسكيت رجال فراق الميدالية الذهبية في البطولة الأسيوية للرماية المقامة في كازاخستان وقال أمين سر نادي الرماية عبيد العصيمي إن فريق الكويت المكون من عبدالله الطرقي ومنصور الطرقي وعبدالعزيز السعد حصل على المركز الأول في البطولة له فريق كازاخستان في حين جاء فريق الهند في المركز الثالث وأهداء العصيمي هذا الفوز إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتية ويشارك في بطولة أسيا للرماية المقامة في مدينة استان بجمهورية كازاخستان منتخبات 29 دولة يمثلهم 350 راميا وراميا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر